السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انواع الفن وفيهم مشاهير اللي طلع دباء على حساب اليوتيوب هاد المشاهير اللي طلع على حساب اليوتيوب كيطلعوا بوحد طلع صاروخية وكيديروا البوز كيديروا قنوات وهاد القنوات مني كيديروها يعني كيجتهدوا فيها كيجتهدوا فيها وكيطلعوا فيها بعض الاشياء اللي كتخليهم يطلعوا المشاهدات وكيقوا يحكيوا حكايات كيخترعوا يفقروا ما بين حين والاخر بمعنى حين والاخر يعني الوقت اللي كتطيحنوا من المشاهدات وكيكونوا هما قدروا واحد البوز صفيعية وكترى الشحل من واحد عنده القناة ما كيبقى عندهم ما يجبد ومن يكي يطلع كيديروا واحد الحركة باش كي يلفت الانتباه ديالناس باش يبين لهم انه هو وراء موجود على الساحة وانه كيستعطفهم انه واحد الشخص برغم انه مثلا طلع وبيين على راسوه بعد الحويج او باحب بعد الحويج ولقى انه الناس يمكن مشوه معاه في الخط يمكن جاو ضده في الخط صافي ما صدقتش لي بحل واحد السيدة اللي غنتكلموا عليها اليوم كانت طلعت في واحد المنبر اعلامي وبقت كتعاود والناس تصلوا بها وكي اللي لامها وكي اللي اعبرها وكي اللي استخف منها وكي اللي يعني حتى من سب سبها ولو انه مشي في الاخلاق وانما احنا كنحكيو عن الواقع اللي صار معاه ومن بعد هدك هدك الظهور ديالها بعد ما دافعت على نفسها وبررت نفسها وكي اللي بعد الناس اللي قبلت منهم النقد ديالهم كي بعد الناس اللي ما ما قبلتش منهم وطبعا في النفسية ديالها انها هي راضي يبدك الشي اللي كتدير كترقص بطريقتها وحكات على راسها بعد الحويج اللي بغا تتفهم للناس انها هي مضطرة انها تطلع لهذاك المجال لانه مشي بخاطرها الفقر بعد المرات كي يطلعوا الناس عليها اسباب عائلية كالطلاق يعني الاهمال من الاسراء كالهروب بالزفد الحويجة ممكن اهضرش عليها وانما الاسباب اللي كتادي الانسان انه يمشي لواحد الطريق اللي ما كيرضاش عليها المشاهدين مكيرضاش عليها بصفة عامة وكينقضوا هذك الشخص بعالعلم انها هي طلعت وقالت انها هي مشهورة والناس كتا تحب داك الفن ديالها وكينين بعد البنات اللي يطلعوا كينين يعني كانوا تكلموا على اساس انه هما براك البلاد في الخارج وقالوا لي هارا ذك الطريقة اللي كتلبسي وذك الحراكة اللي كتديري بالرقص ديالك رها ما عندها حتى شي معناه ربما حسات بعد ما ظهرت في هذك البرنامج اللي هو هذك البرنامج ما كيبغيه حتى شي واحد القليل القلة وكين بعد الناس اللي كيتفرجوا فيه طلعة فيه المشاهدات ربما طحت لها هي المشاهدات ديالك قالت اش ندير ما ندير خسني ندير البوز يا اما استرجلت في داك البوز في داك الحفل الخيري يا اما هي كانت كتفكر وهذا هما صحاب القنوات والمشاهير القنوات لانا عندهم هذك القنوات خسوم يخدموها خسا تطلع يا اما كيحضروا المشاهد اللي غادي يديروا باش كيدروا بيالبوز يا اما كييستوحى عندهم داك البوز وكيحضر لهم في داك كيخسوم يستغلوه شنو دارس هذي؟ هذي جاز كترقص في داك الحفل الخيري وبانتلي ها السيدة قلسة احداها كتشطح هي كتشطحوها داك وهو حفل خيري طبعا غادي تجي خيري غادي تجي غادي تجي غادي تساهمي في فابور ما غاقلو ميتا واحد حيث هذوك الحاضرين كلهم اللي كانوا ثم ما قللو لكش اجار قصيلينا نتيجي اياك تديري واحد الحفل ديال في دار العجزة اللي الناس غادي يديروا فيه واحد الله اعلم شنو كانت المساهمة ديالهم كيفاش كانت المساهمة بالحضور ديالك يعني بالطلب منه موما وبالقبول ديالك انت كان واحد يعني واحد تراضي مبيناتكم ما عندي حتى شي مشكيل في اللي غادي تحملو الحاضرين ولا غايتحملوه الناس اللي هما مشيتوا عندهم العجزة عايتيليها اللي بان انك انتي كنتي كتا قصيو عايتيليها قلتيليها هذا راب بيريك اللي عندي او قلتيليها يعني بهذا المعنى او قلتيليها هذا واشتصحابي بيريك مسي اللي بنت شداتوا لك وحد شدة عفوية دارتي يديها قلت لك او بيريك ودارتي يديها ومن بعد جريتيها انتي عندك وجريتي لها شعرها جابت سيدة باشتهدر معاك جريتي لها شعرها رجعت عندك دفعتها دارتي ومشيتي قلتي ماشي معقول هاتشي اللي درتوليها لكن سيدة ما جالش نتفاتك راه انتيلي انتفتها الحارة كانت تيلي درتها ماشي هي لي درتها سيدة كلمتها او جريتها من وسط الناس ربما اختارتها لقيتها الاحساس ديالك كان قوي باش عرفتها يوحل السيدة طيبة اما كانت شلش هاطمطة ودك الساعات كانت تهبطت عليك الشعر مقضى لشعر العبي ولكن العفوية ديل السيدة والequير الاطائبة استغربت انك التي قلتي لي ايلك 처ذاء لان الشدى SY LIVE لان الشدة اللي درتي اللي عنتي كنما كانش هي واحد السيدة طيبة وصدمتيها بدك الحركة اللي درتي لها زربتي عليها بها دي المعنى كانت شدتك نتفاتك لكن تحتي فيها الناس كتبت وتصدمت انا مش انت اللي تصدمت هي اللي تصدمت وجيتي بكل وقاحة وقال سوكا تقولي شوفوا عباد الله انا جاي فابور انا جاي قنشطح فابور علش تميته عمل خيري علش عمل خيري جيتي باش تقدموا حاجة فابور يعني بالرضا ديالك انت تلقيت ماش حابن واحد جاي فابور ما قال هاش مطلبك توحد ديري شي حاجة بز منك اعطى الله الرقيسات رأى اضعف الايمان كانوا يجيبوا الرقيسة هي متشتح وتغني ولا تغني وما تقول والو وفرحانة وتاكل وتشرب وتخرج وتبحك مع عباد الله بدك العفوية اللي اعطاها الله هي اللي عارفة كيفاش تعيش اما انتي حركاتك اللي درتي عيب عليك عيب الظلمي بنت مخفتيش نعم بسهاب بنت ولا مرام جوجها ولا خصد طلع باش ترد عليك باش تقول الحوار اللي كان بينك وبينها لانه هي باش تحكي الحوار اللي كان بينك وبينها وتحكي حتى الزربة اللي زربتي عليها باش تحاكمك باش تقاضيك باش تحاكمي على الجرأ اللي عندك على قلة الحيا اللي فيك لكن قال لك الشيخة راهي لا بغت تشطح ما كتغطيش وجهة انتي يا ديرش عكاك وبغت جبني باس تحكي كل شي كتخدميه كل شي خدمتي خدمتي وكتغوتي 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 وكتقول يا عمد الله ده با اللي خلى انتباه ديا للناس يحققوا فيه وهو الفوضى اللي درتي انتي كون غير سكتي كون غير سكتي وما قلتي وانو حشنتي وقلتي لا لا كون غير سكتي كون غير سبز بستة كان كل شي قد يدروز بالسهكات ولا لكنها تطلبوه فيك وهل عار غشطي وهل عار الحمال ديك وغا سامحي لنا وديرينا الحين اللي انتباه نك وانتي يبهه ديك جرأة ودك الخفا ودك قلك الحيا اللي عادرتي ما كنت تحليها تنفك انتي ما قدرتش تنتفيها انتي كان خاصة غير دك اللمسة ديرها لك غير ديك اللمسة كان تخصة ديرها لك باش تبني على دك الفيلم كامل أما كنت قدرتي تنتفيها وتعرفيها تسكت كنتي نتفتيها سمعتي كنتي خليتيها بجرك مزيان ونتفتيها ولكن بقلة الطربية اللي فيك خربقتي ذك المجمع ما بغيتيش يجي فابور لأنه بغيتي يديلي البز وضربتي عصفورين بحجر جيتي كد قولينا أنا فابور باش ما يبقى حدي عايطلك ثانيا موضتي الصداع بطريقة يمكن أنت واحد ما لاحظها والأغلبية غدي يكونوا لاحظينها لأن أنت ديري هاد الشرق المغربية وديري وسط المغربة وكل شي تيحللوه ربما بعد القنوات ما عارفوش يحللوهم زيان ولكن باينة أنا شتمرارا نتكرارا نسميت حتى الصوت ديالك بالشفاه ديالك وبالشفاه ديال السيدة اللي جاوباتك أنا استغربت أنه بيروك هذا بيروك قلتي هذا بيروك اشترر شوفوا ما شبيروك شوفي أنا نقول لك وحد أخر يقول لك وحد أخر يقول لك وحد أخر يقول لك وغاد يجرروا الصوت ديالك وفى الأخر تقلستي ولمشيتي أصلا ما شي جاية ديالك لنا شي حاجة ما كيناش رأيكم كانوا كيعارفو وذو كل عيطال وقال لك هاشتررقصي مشي الناس كسبحوا وقدامهم يوم القطر و يوم الكريم و جايبين كنتي يتعلم يوم اليهز حتى اللي ماتوا و الاحاسيس دياله فالرقص حيتي يوم اليه سمعتي؟ باش نوضي تديري هادك الشي و اديني مع انا اللي بقى فيها و البنت بلقى فيها و البنت كيفاش غا تكون نفسية دياله كيفاش غا تتلقى ذاك الخبر انها انتي يلا اضلمتها و هي انت فاتكت لقى يا عمار عما قالت لتشي واحد كحزب الزربا و بينا فيها التربية و الاخلاق بينا فيها ماشي بحال كنتي ياشا طماطا سمعتي؟ الشي اللي كتديريه انتو ما المغاربة كتديروا هادشي للمغاربة بحالكم ما كتحشموش كتديروا هادشي باش تطيحوا بعضياتكم ولا حول ولا قوتي الا بالله العظيم على هادشي فين غا ديتوصلوا الفلوس فلست الناس الفلوس دارت العيب في الناس خرجت منهم اللي ما عمروا كان خاق غادي يخرج منهم و هم بنفسهم يستغربوا الشي اللي كتديرو رخيب خرجي الفلوس دير القناة هادري فيها انتقدي فيها رقصي فيها غا رقصي و شديد ديك و ما تخدمش مخوك لانه ما كيخدمش مزيان ها قلت لك كون جابو هيام كون راهية خدمته و كلاته و شربته و جابت بنتها معاها و فوجت و مشيت على الاقل عفوية و تلقائية و بغا تعيش و عرفت كيفاش تتخدم راتها و كيفاش تهضر حتى دارت قناة و طلعتها المشكلة دية الكنتية الكنتيية لي كتدائي البراء و كتدائي العفوية و كتدائي التربية و الأخلاق وانك خرجتها قريبدا بدون ما تق slightest 향و م уровنّك و لكن ما عرفتك ش كيفاش استخدمي الموضوع티 قلتي ارى عندي دير موضوع اخر ارى عندي بدى ندير الزووي و ندير هادري و ندير هادري لانه نس tutti دعلي يفموا من موردك اللقاء ديال سامير الدودي نعلي الشيطان واتقي الله وصير تغطي كيف قالوا لك بعضين وحشمي وصير تسني رزقك يجيك وإلا تجو يجي القتيل اللي قبل عليك حشميون سيدك الماضي ديالك وخصوصا طلبي الله يسمح لك من هذك السيدة اللي يدرتي لهذا الشي ولا حول ولا قوتي إلا بالله العلي العظيم والله يدينا في الضوء الله يدينا في الضوء الله يعطينا غير ما نشوفه ونسكتوه ما نهضروش حيث إلا هضرنا كي حرقنا فمونا كي يدير لنا الخسارة كيدخلنا للمغطي بالكحلى لا حول ولا قوتي إلا بالله العلي العظيم مرة أخرى والسلام عليكم